تقديراً لتضحياتهم في سبيل الوطن كرم مشروع نسمة أمل الإنساني 250 من أسر شهداء وجرح الجيش العربي السوري خلال حفل أقامه على مسرح ذار الثقافة في حمص تحت عنوان درع الوطن أنا بفتخر أني موجود بحمص العادية بلد الأبطال والشهداء رسالتنا هي رسالة إنسانية لخدمة المجتمع السوري والوقوف إلى جانب أبطال جيشنا العربي السوري وإسر شهداء نحن نفتخر أنه اليوم موجود بين أهلي وعزوتي وبتمنى دائماً من أهلي الوقوف جنباً إلى جنب مع أبناء سورية أبناء جيش العربي السوري ورحمات الأرض والعرض حضر حفل التكريم محافظ حمص طلال البرازي وفعاليات الرسمية وشعبية ودينية وحزبية وخلال الحفل أشار عضو قيادة فرعي حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي ميلاد عزام إلى التضحيات الجسام التي قدمها ويبذلها أبطال الجيش العربي السوري وأنما من قوة على الأرض تستطيع الوقوف أمام صمود وتضحيات الشعب السوري كما أكد محافظ حمص على أن الشهداء والجرحة هم مشاعل نور تنير الطريقة أمام الأجيال القادمة لبناء سوريا المستقبل هذه مسؤولية وطنية تكريم أسر الشهداء الاهتمام في الجرحة مسؤولية شعبية مسؤولية حكومية مسؤولية وطنية وتخلل حفل التكريم عرض فيلم وثائقي عن المشروع والأعمال الإنسانية التي أنجزها مشروع نسمة أمل الإنساني في إطار دعمه لذوي الشهداء والجرحة بينما أكد عدد من الجرحة وذوي الشهداء عن استعدادهم لبذل الغالي والنفيس في سبيل حماية الوطن والدفاع عنه في مواجهة الإرهاب معبرين عن شكرهم لهذه المبادرة نشكر نسمة أمل بكرمها الشهداء ولكرمها الجرحة وقالله يشفي الجرحة ويرحم الشهداء كلها نتعرضنا وتعرضنا لإصابة التفجير كمان بإحضر التفجيرات أنا من حمص بشكر كل رجال الأعمال والرجال الأعمال لكرم زوي الشهداء بهالمناسبة ببرنامج بس نسمة أمل شكرهم نتمنى كل شخص يقدر يقدم أي شيء لزوي الشهداء شكراً لكم ولبرنامج نسمة أمل أنا زوجة الشهيد يحية سليم حديد بدي أشكر لجنة نسمة أمل اللي أقامت هاي التكريم لزوي الشهداء اللي ما فرقت ما بين لا عسكري ولا مدني ولا جريح ولا إيجاب وعطيتهم شيء من الأمل شكر شركة نسمة أمل والسيد مازين وبنتمنى أنه كل المغتربين وكل شيء برق بيساهم وبساعد بهاي المنظمة وبساعد الشهداء والجرحى وبنتشكرهم كثير في حضرة الشهادة ترخص الكلمات وتفيض المشاعر وتعجز القوامس عن وصف أنبل البشر الذين قدموا أغلى ما لديهم ليبقى الوطن من مسرح دار الثقافة في حمص شيرين العلي الإخبارية السورية